اشتركوا في القناة سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اما بعد معشر الاخوة عنوان هذا التوجيه المتواضع جاءكم المطهر تعرفون رحمكم الله ان الله عز وجل هو خالق الخلائق ومدبر الكون والمتصرف في ملكه بما شاء وكيف شاء وهو سبحانه وتعالى خلق الخلائق وفاضل بينها فاضل بين الخلائق ففضل الملائكة وفضل النبيين وفضل الصالحين كما فاضل بين الاماكن ففضل المساجد الثلاثة التي تشد اليها الرحال وفاضل سبحانه بين الازمنة ففضل شهر رمضان المبارك إن لربكم من أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها وشهر رمضان هو مركز هذه النفحات الطيبات المباركة إن شهر رمضان معشر السادة له مركزية في حياة المسلمين وكان السلف الصالح يعتبرونه مركز السنة ومركز العمر ومركز الحياة وكان الواحد منهم يستعد ويتهيأ ويخطط ويبرمج لاستقباله لمدة ستة أشهر وبعدان ينصارهم يبدأون في توديعه وفي طلب أجره وتوابه وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم ريتما يأتي تأتي فرصة استقبال رمضان جديد وبالتالي فالسنة كلها بالنسبة لهم تعتبر رمضان ما بين الاستعداد له وما بين طلب قبوله وقد يقول الواحد منكم إن هذا التوجيه جاء قبل أوانه أبدا ليس كذلك إنما جاء في آخر دقيقة وفي آخر لحظة يمكن أن ينشر أن ينشر فيها إذ أنه سرعان ما تمر الأيام ولا سيما أيام أيام الخير ونحن معشر السادة نعيش في زمن سريع جدا تسرق منا أعمارنا في عصر السرعة دون أن ننتبه ودون النبال ولذلك لا بد من القيام بما يجب وفي الوقت الذي يجب إن الواحد منا إذا لم يحسن التخطيط لنفسه كان ضمن خطط الآخرين الذين يتربصون به الدوائر كان ضمن خططهم بمسلسلاتهم بألعابهم ببرامجهم التافهة ولذلك فرمضان معشر السادة فرصة لا تعوض فرصة للتدرب فرصة للتزود فرصة للتفرغ وكان السلف الصالح أيضا يتفرغون لرمضان فكان الواحد منهم يترك كل شيء وظيفة أو حرفة أو أي شيء كان يشغل باله قبل ويوفر ما تيسر من القوت لشهر رمضان المبارك ليتفرغ للعبادة بمعناها الاستلاح بالطبع لا يجب أن تتوقف الحياة ولكن نقول هذا لمن كان بإمكانه أن يفعل ذلك وهو كذلك فرصة للتطهر ولك القرى عليه السلام في استقباله جاءكم المطاهر فيه تتطهر أرواحنا فتنتصر على الشيطان وتتخلص من الأدران وفيه تتطهر نفوسنا من الشح فتحب وترقى وتسمو وتتصدق وفيه تتطهر أجسامنا من الأمراض من السموم من الخمول فتتألق وترتفع وفيه تتطهر أخلاقنا فتأثر وترحم وتصبر وتعيش حياة كالتي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تتطهر شوارعنا وبيوتنا واقتصادنا ومجتمعنا يتطهر كل ذلك من الفحش من الغش من الظلم من الاعتذاء من الخصام من الزور من الغيبة من النميمة إلى غيرها من الآفة إن رمضان معشر المؤمنين أحسن موسم للتجارة مع الله قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا هل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب نليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجريم من تحتها لنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم إنه أفضل مناسبة للتزود من التقوى وهو شهر التقوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فتزودوا فيه من التقوى رحمكم الله تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري معشر المؤمنين حيّة حيّة على الصلاح حيّة على الفلاح حيّة على التقوى حيّة على التقرب حيّة على استقبال شهر طيب حبيب مبارك كريم فهو فرصتنا التي لا تعوّض ونحن معشر السادة نعيش ظروفا نحتاج فيها إلى كرم الله ونحتاج فيها إلى رحمة الله وشهر رمضان المبارك مناسبة لطلب الشفاء وطلب الدواء وطلب رفع الوباء وطلب الصلاح وطلب الفلاح وطلب المغفرة وطلب الرضوان فهلّموا إلى ذلك كله رحمكم الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا شهرا مباركا كريما مناسبة للتوبة وللتقرب وللإنابة وللرجوع إلى الله وما أصابنا ما أصابنا إلا بذنوبنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليم سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله ربا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر